السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة من برج القوس لبرج الجدي يوم الاثنين احداش تشرين الثاني نوفمبر انتقال كوكب الزهرة لبرج الجدي رح يكون الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء يوم الاثنين احداش احداش بتوقيت جرينج طبعا ورح يظل موجود كوكب الزهرة في برج الجدي لغاية الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة من مساء يوم السبت سبعة اطناعش بتوقيت جرينج كوكب الزهرة طبعا دائما منكرر نفس العبارة ولما بيكون ايجابي بعطينا العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والميول الفني ولكن سلبيته لما بيكون منتحس بعطينا الغيرة وبعطينا العنادة رح يشعر موليد برج الجدي بتحسن بيطرع على شكلهم الخارجي وبيشعر بقوة العاطف وانجذاب افراد من الجنس الاخر لالهم وبيستفيد معهم عاطفيا وماليا وفنيا ووليد الابراج الترابية والمائية لهم الثور العذراء السرطان العقرب الحوت وكذلك كل شخص تواجد ذديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الجدي بصورة عامة لما الزهرة بتدخل على برج الجدي يعني ما بيكون لها هالطاقة العالية بتكون ضعيفة شوي لأنه المكان مش مناسب لها وعادة الأشخاص اللي بين ولده وبيتكون الزهرة موجودة عندهم بالجدي هدولة بيجدوا صعوبة في التعبير عن عواطفهم للطرف الآخر لدرجة أنه يعني ممكن يبدو هيك عنده برود عاطفية أو حتى بدون عاطفية لأول ما بتتعامل معاه بدك فترة تتعامل معاه يعني لا يقدر يطلع الأشياء لجواه ولا تكتشف أنه عنده عاطفية طبعا إلا أنه الزوايا هي اللي بتحدد مقدار الإيجابية أو السلبية أيضا خلينا نشوف إيش الزوايا اللي رح تجكل خلال الفترة القادمة وهل رح تكون إيجابية ولا رح تكون سلبية على كوكب الزهرة بالنسبة للزاوية الأولى اللي هي رح تكون يوم الجمعة 22-11 زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وهذه الزاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبتضمن لك أيضا إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الاثنين 2-12 زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة عند البعض وننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها ورح تكون يوم الأربعة 14 زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون تضفي علينا نوع من أنواع الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا طبعا بالنسبة للزاوية مع الزهرة عادة مدتها خمس أيام قبل وخمس أيام بعد طيب بما أنه شفنا أنه التأثيرات إيجابية رح تكون معناته رح يكون في حضوض عالي لكوكب الزهرة في الجدي هاي المرة خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج طبعا لك تسمع برجك تسمع طالعك عشان تستفيد أكثر فأكثر من هذا الموضوع برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا وجود الزهرة في بيت يتعلق بمركزك الاجتماعي بيدفع بمصالحك في مجال العمل وعلاقاتك ومعارفك وصداقاتك الاستفادة من علاقاتك الاجتماعية كثرة المناسبات واللقاءات والتواصل التعرف على أصدقاء جدد الاستفادة من علاقاتك أيضا مساعدة الآخرين لا إلك بداية علاقة من وسط أصدقائك يعني ممكن تكون في مناسبة تبدأ بعلاقة عاطفية ممكن تكون أخت إلنا موجودة في حفلة فحد يشوفها يرتبط فيها إذن هي فترة إيجابية على المستوى الاجتماعي تفتح برضو كثير من الفرص لتحقيق مشاريعك الخاصة إظهار أفكارك البناء للعلن يعني هاي فترة النشاط الحقيقي والعمل المتواصل وكثير من اللقاءات اللي بتضع النقاط على الحروف من خلالها في إنجاز كبير بعملك أيا كان نوعه عاطفيا بتعيش حالي من الهدوء العاطفي نوعا ما واللي بتزداد كل ما حاول تفهم الطرف الآخر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بما إنه وجوده في البيت التاسع وهو بيت قوي بالنسبة للك فبيستفيد موليد برج الثور في مجال الدراسة الأكاديمية الجامعية الدورات تعلم شيء جديد والمواضيع القضائية والسفر لبعيد والهجرة والأوراق القانونية اللي تتعلق بالسفر أو الهجرة عمليات الاستيراد والتصدير هاي أهم الأمور اللي رح تكون الإيجابية موجودة فيها ممكن يكون فيه أحلام بالسفر البعيد أو الانتقال لبلد أخرى غير اللي أنت بتعيش فيها طالما حلمت أنك تذهب لها بتجد صدى حقيقي في هاي الفترة لجميع المحاولات للتواصل مع أجانب أو بداية علاقة عاطفية مع أجانب ممكن تتعرف على أشخاص غربة أو تدخل الفرحة لقلبك بدعم أيضا بتدعم الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير فهون هدول الأشخاص ممكن يبدأوا بمشاريع قوية جدا وتفتح لهم مجالات كمان الأشخاص اللي عندهم دعاوى قضائية بالفترة هاي إذا كان في حكم بيكون لصالحهم وإذا بدأ بهاي القضية بتكون دافع لهم للنجاح بإذن الله إذا كانت الأوراق والمعاملات مكتملة عاطفيا بتعيش شهر من الحميمية والدفء وبتشعر بقوة العاطفة تجاه شريك العاطفة وبتكون له سند وعون برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بما أنه في البيت الثامن إذن بحطي فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من تركة ميراث تعويض أو شراكة معينة وفي أشخاص ممكن يحصلوا على قرض أو دعم دخول الزهرة لبيت الإرث والأموال المشتركة وأيضاً له علاقة بالعقارات يعني أنت بخلال الفترة القادمة رح تدعمك كوكب الزهرة رح يدعمك ويكون مناسب للحصول على تعويضات مالية أو المطالبة بترقيات على مستوى العمل أو تحسين وضع اجتماعي أو عملي ما كثير من موليد برج الجوزاء بالفترة هاي بحلوا قضايا مالية أو بحصلوا على مولئ لهم برضو ممكن يصير فيه نوع من أنواع تغيير مكان السكن أو تحسينه أو الدخول في عمليات بيع وشراء عاطفياً بتميل لأجواء الحميمية وبتعيش شهر من المشاعر الجياشة مع شريك العاطفة وهي الفترة مناسبة لإعلان خطبة أو زواج برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعززوا شراكاتكم في العاطفة يعني العاطفة شراكاتكم شراكات عمل أو زواج أو خطبة أو ارتباط في جميع المجالات وخصوصاً مجالات العمل أيضاً المعارضات والمعاكسات اللي كنت بتعيشها الفترة الماضية بتلاقي إنه بالفترة هاي بتبلش تختفي تدريجياً رغم إنه الشمس دعميتك بما إنها موجودة بالعقرب فالأجواء حميمية دافئة من ناحية وجود الزهرة صحيح إنه تراجع وطارد ممكن شوي يعمل بعض الكركب عندك إلا إنه الأجواء إيجابية جداً بعض موليد برج السرطان ممكن يطور علاقة عاطفية أو يتجه باتجاه الارتباط أو تدعيم العلاقات واللي بيكون عندهم مشاكل ما بينهم وبين الأزواج هاي فترة جيدة للمصالحات أيضاً الفترة هاي اللي بدي يبدأ مشروع أو عنده شريك عمل برضو بتعزز من طاقاته بشكل كبير وعنده قدرة على ضبط الأعصاب بشكل أكبر برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعاً دخول الزهرة للبيت السادس لا إلك هو أنا يعني بتدعمك على مستوى العمل وبتحسن من الوضع الصحي عندك فبتعززه العلاقة مع الزملاء في العمل وتتاح الفرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أكثر ولكن يجب الحذر من البدانة لأنه بالفترة هاي قابلية عالية جداً لارتفاع الوزن عند موليد برج الأسد فبدهم يديروا بالهم يعني فترة مش سهلة على المستوى الصحي والبدانة أيضاً بتعيش فترة من الأجواء الدافئة في أجواء العمل بتكون محط انتباه كثير من الأشخاص وخصوصاً الزملاء بيظهروا لك المودة والرغبة في التواصل وأيضاً ممكن تحل خلافات كانت ما بينك وبين أحد الزملاء ممكن يعرض عليك بعض الأعمال المهمة خلال هاي الفترة أو تبدأ بعمل جديد الفترة إيجابية ولكن دير بالك من عطارد اللي ممكن شوي يعني يخليك تتوهم بعض الأمور فبدك تتأكد من المعطيات قبل الانتقال لعمل أو قبل البدء بعمل يعني بدك تكون دارس الموضوع قبل الاتخاذ رغم أنه في فرص قوية لإلك أيضاً بعض مواليد برج الأسد ممكن يرتبطوا من خلال وسطهم العملي يعني من مكان عملك أو زبونة أو زبون بالنسبة لها إلك تبدأ علاقة عاطفية وتتطور بدك تحذروا من الانغماس في الملذات قدر الإمكان برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء هنا العذراء هم تقريباً الأكثر المستفيدين بعد مواليد برج الجدي ليش؟ لأن العذراء بيتهم الخامس فهنا بيجتازوا فترة فيها حظ عاطفي مالي بيستفيدوا النسوة أيضاً من الحمل اللي عندها رغبة بالحمل بالفترة هاي أو كان في عندها تأخر بالحمل ممكن أنه تبدأ بالفترة هاي لأخذ العلاجات أو البدء بهذا الموضوع وجود الزهرة في بيت صديق لبرج العذراء بيقدم لهم كثير من الفرص الإيجابية بتفتح أمامهم أبواب بتلتقي بأشخاص بتعيش معهم أوقات سعيدة وممكن تتطور هاي العلاقات لا تصبح علاقة حب جارفة أو تتوج بالزواج أو الارتباط كل الأمور بتصير لمصلحتك الشخصية ممكن تصلك أموال غير محسوبة نقل ملكية، هبات، هدايا، تكريم عن طريق زواج الزوج أو الزوجة أو عن طريق زواج زي ما ذكرنا حاول أنك تستفيد من هاي الطاقة قدر الإمكان برضو بتدل على أفراح أو على أخبار سعيدة تتعلق في أحد الأبناء وأيضاً اهتمام موليد برج العذراء بالتجميل أو الاهتمام بالذات بخلال الفترة القادمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيستفيدوا في مجال البيت أو العائلة العقارات السكن الروابط العائلية وبيعززوها أكثر على الرغم من طبيعتك الصارمة في بعض الأمور إلا أنه رح تكون مرح جداً مقبول من العائلة أكثر متسامح ودود وبتحاول أنك تحل الخلافات بطريقة هادئة ذات طابع محب لا سيما على في محيط إطارك العائلي بتتقرب من أفراد الأسرة أكثر بتحاول إشراكهم في تنظيم الأمور داخل المنزل هذه الفترة أيضاً مناسبة لإدخال تعديلات أو تحسينات جمالية في المنزل أو تغيير سكنك أو حتى إضافة لمسة معينة بتدل أيضاً على أفرح تتعلق في منازل أو في بيوت موليد برج الميزان مولود جديد خطبة زواج فرحة عودة مسافر من الخارج مثلاً للعائلة عقار جديد قضية تتعلق بالعقارات أو المنزل أو قضية عائلية بتنحل معاملات البيع والشراء العقاري حتى بيع أرض أو أشياء من هذا القبيل إذن كل الاستفادة رح تكون بهذا الاتجاه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً البيت الثالث لا إليك إذن هذا الشهر رح يكون بعمل فارق في حياتك ليش؟ لأنه هذا الشهر رغم أنه عطارد رح يتراجع وجود الزهرة وأيضاً اكتمال دوراً أو دخول الشمس بالكامل على موليد برج العقرب فهنا بيعطيهم طاقة بالدراسة والامتحنات والتنقلات والسفريات والعلاقات أيضاً بيستفيدوا الطلاب اللي في المراحل الابتدائي والثانوي في الدراسة والامتحنات فرصة متاحة للأشخاص اللي بيرغبوا بتملك سيارة جديدة أو أجهزة إلكترونية أو كمبيوتر تليفون تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجران على الرغم من طبيعتك الاحترازية والمترددة أحياناً لأنه أنت بتدرس كل الأمور بدقة وبحذر إلا أنه رح يكون فيه تواصل وتعارف عالي جداً أيضاً جراءة وقدرة على الإقناع والحوار والنقاش محبوب مع الآخرين بتحاول الخروج من الأجواء اللي فيها نوع من أنواع التوتر اللي مريت فيها بتجد أنه علاقاتك بإخوتك عالية كثير من الأشخاص اللي من وليد برج العقرب رح يشتروا زي ما حكينا سيارات أو أجهزة إلكترونية اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أيضاً يستفيدوا بالفترة هاي خصوصاً التجارة المحلية فرصة كبيرة عندهم للتبادل التجاري أو في البيع شراء تنشيط الحركة التبادلية الحصول على أرباح كبيرة وأيضاً للبدء بعلاقة عاطفية حقيقية في هاي الفترة أو تدعيم علاقة علاقتك القائمة وبيظهر معدنك الطيب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً هنا بما أنه دخوله رح يكون للزهرة في بيت مالك إذن تتاح الفرصة لمكسب أو مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي ما زالت الأجواء إيجابية رغم أنه الشمس موجود في بيت المتاعب عطارت بده يبدأ بعملية التراجع لكنها رح تعطيك دافع أكبر على مستوى البحث عن أفضل السبل لكسب المال على الرغم من وجود بعض المناقصات الصغيرة ولكن وجود الزهرة في بيت مالك بيحزز مركزك المالي بامتياز بيفتح أمامك الفرص الكبيرة لكسب المال إتمام المعاملات المصرفية الدخول في سوق المال ولكن منك تحذر لأنه عطارت بده يتراجع ما تبالغش في هاي الأمور خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في البورصة والأسهم لأنه منحذر دائما في تراجع عطارت ما في داعي للمجازفات في هاي المسائل بتكون نشيط متفاني في عملك بتسترجع بعض المستحقات القديمة أو الديون المستعصية بتجد نفسك قادرة على التخطيق الجيد لضبط ميزانيتك والبحث عن طرق مختلفة لكسب المال لا سيما بمساعدة ودعم أشخاص من الجنس الآخر عاطفيا بتمتلئ خلال الفترة القادمة بالكثير من المشاعر الفيضة اتجاه من تحب وبتعمل جاهد لإرضاء الطرف الآخر أهم شيء لا تتراجع عن إشي بتفكر فيه خلال الفترة خصوصا إذا كانت النتائج في تفكيرك ودراستك إيجابية لإلها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا موليد برج الجدي هم أكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا دخول الزهرة لبرجكم يعني أنت مقبل على فترة من الأجواء الحميمية الدافئة أو العاطفية أو السعيدة الشوي بتجعل منك شخص ودود محبوب ذو مظهر جذاب ومرغوب من الجنس الآخر في أشخاص بيحاولوا التقرب منك والتودد لإلك وبحاولوا يعززوا العلاقة علاقتك بشريك العاطفة أكثر وأنت برضو بتحاول تعزز العلاقة بالشريك أكثر فأكثر ممكن يبدأ الأشخاص العازبون علاقات عاطفية جديدة وبتلتقي بأشخاص بتحبهم وبتقضي أوقات سعيدة برفقتهم إذا كنت صاحب موهبة راح تدعمك الزهرة الموجودة في برجك مدعومة برضو من تواجد عطارد إلا أنه تراجعه شوي ممكن هيك يعمل لك نوع من أنواع التقلبات الشمس في بيت متاعبك برضو راح تحيرك شوي إلا أنه راح تجد الفرص بتيجي لعندك تظهر تقدم مواضح كثير من المجالات بتميل في هذه الفترة لا كل ما إلو علاقة بالتجميل والتزيين ماليا تمنحك الزهرة كثير من الفرص الحقيقية لكسب المال ولسيما الأموال اللي بتيجي بمساعدة أشخاص من الجنس الآخر حول الاستفادة من هاي الأجواء الفلكية في التخفيف من توترك وانفعالك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود الزهرة في بيت متاعبك صحيح أن طاقتها ما بتكون بالقوة الكاملة ولكن بتعطيك مجال لفرص للتعامل مع مؤسسة كبيرة وثم أشخاص ممكن يبدأوا علاقة غرامية خفية من وراء الكواليس وجود الزهرة في بيت متاعبك يعني رغبتكم في التكتم والسرية في علاقاتك العاطفية بتشهد فترة من النشاط العاطفي الكبير بعيد عن الآخرين ممكن تحظى بأوقات سعيدة أو يزعجك بعض التشهير من أشخاص من جنس الآخر وفي أشخاص بيحاولوا التقرب منك بشكل واضح ممكن تلعب لعبة الصياد معهم إذا كنت من أصحاب العلاقات المتوترة عاطفيا احذر من رغبة الشريك في السيطرة وفرض الرأي بالقوة لا تفكر في هذا الشهر في إعلان خطبة أو زواج لأنه أشياء وضع الكواكب كلها ما بتساعد في هذه الفترة لأنه فيه إشي خفي عنك يحاك وراء الكواليس بدك تكون حذر لأنه هذا الشيء رح يثير غضبك أو انفعالك فيه فرصة كبيرة للتعاقد مع شركة أو مؤسسة مالية أو مؤسسة دولية أو حتى الأشخاص اللي بيرغبوا للعمل بمؤسسات كبيرة مثل الجيش أو الأمن أو حتى المستشفيات أو حتى السجون أو المطاعم الكبيرة فهاي فترة جيدة لهذه المسائل أو للعمل معهم وممكن تعطيك تعاقد بشكل يعني واضح بعض موليد برج الدل وممكن علاقة قديمة ترجع تظهر على الساحة مرة أخرى اعرف كيف تتعامل معها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا موليد برج الحوت بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أشخاص جدد منهم أشخاص ممكنين ضموا لعضوية نادي أو جمعية اللي اضطرابوا وتوتروا عدم الاستقرار اللي كنت بتعاني منه في الفترة الماضية رح يتلاشى خلال الفترة القادمة رح تجد نفسك مدفوع بقوة لتعزيز علاقاتك الاجتماعية وتخوى بالروابط مع الآخرين من خلال مقدرتك على التواصل وخصوصا مع الأصدقاء شهر من القدرة على تحقيق الإنجازات وتحسين صورتك الاجتماعية في المحيط اللي بتعيش فيه ممكن تتلقى اعتذار من أحد الأشخاص اللي أساؤل إلك وفي أشخاص بيحاولوا التقرب منك في هاي الفترة ممكن تكون محط إعجاب لأن الأضواء رح تكون مسلطة عليك في المجال اللي بتعمل فيه عاطفيا بتلوح في الأفق القريب يعني بوادر للبدء بعلاقة عاطفية كنت بتسعلى إلها من فترة أيضا تعطي فرصة للارتباط من خلال وسطك الاجتماعي أو وسط راقش شوي هيك دوما نصب ومن خلال المناسبات الاجتماعية إن كانت عائلية أو على مستوى الأصدقاء هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء